مجلس الاخبار من المحور اهلا بكم تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يونيو الماضي وذلك من خلال تقرير مفصل عده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة واكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تكسيف العمل من اجل تيسير سبل تواصل المواطن مع الحكومة ومضاعفة الجهود المبزولة في تلقي اسباب شكاوى واستغاسات المواطنين ورصدها ومعالجتها وكذلك تحقيق افضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية ما من شأنه توطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين من جانبه اوضح الدكتور طارق الرفاعي ان منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت ورصدت 108 الاف شكوى وطلب واستغاسة خلال شهر يونيو الماضي الذي شهد جهود مختلف الجهات المعنية استعدادا لعيد الاطحى المبارك لافتا الى توجيه 86 الاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة الكترونيا وحفظ 17 الاف شكوى وفقا للخواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة مضيفا انه جاري استكمال مراجعة واستفاء بيانات 5000 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها عقد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاسم الجزار ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء احمد العزازي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبداللطيف اجتماعا مؤسعا لبحث سبل دعم الصناعات المصرية وتعظيم المكون المحلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واوضح وزير الاسكاني ان توجيهات القيادة السياسية تؤكد ضرورة دعم الصناعات المصرية وتعظيم المكون المحلي للوصول الى التصنيع الكامل للمنتجات وتوطير التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالصناعات المختلفة التي تحتاج اليها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها التنموية ووضع خطط لتصنيع قطع الغيار محليا وتوفير فرق عمل للصيانة المتخصصة اعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي ان عدد من سجلوا من المصريين بالخارج لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج والمقرر انعقادوا في 31 يوليو الجاري والف شخص من اكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة وجالية للمصريين بالخارج واضافت وزيرة الهجرة في بيان اليوم ان هذه النسخة هي الاكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر السلاسة السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم ورغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها كما انه فرصة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع الى اقتراحاتهم مؤكدة الحرص على استيعاب اكبر عدد من الذين قاموا بالتسجيل تماشيا مع استيعاب قاعات المؤتمر اكد وزير الدولة للانتاج الحربية المهندس محمد صلاح الدين مصطفى على حرصه للمتابعة الدورية لموقف منظومة الشكاوة بالوزارة بهدف التأكد من التواصل الدائم مع المواطنين والعاملين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكواهم والعمل على الرد عليها في اسرع وقت ممكن وفقا للقوانين والاوائح والاشتراطات المنظمة جاء ذلك في ضوء تلقيه لتقرير من المختصين بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمنظومة الشكاوة بالانتاج الحربية واوضح وزير الانتاج الحربية انه من انجازات الوزارة خلال العام الماضي الرد على 1258 شكوى بنسبة 100% من الشكاوة الواردة مما يعكس حرصها على التماشي مع سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاصرة اوجه الخلل على مختلف المستويات الادارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوة الواردة المختلفة ومعالجتها يواجه منتخب مصر الولمبي في الحديث عشر مساء اليوم منتخب المغرب في نهاي بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تصدفها دولة المغرب ويسعى المنتخب الولمبي للفوز ببطولة كأس الامم الافريقية بعد التاهل لأولمبيات باريس 2024 عقب الفوز في المباراة الماضية امام غنيا بهدف في الدور قبل النهائي للبطولة يواجه فريق النادي الاهلي في السابعة مساء اليوم على الساد بورج العرب الاسكندرية نظيره فريق الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدور المصري الممتاز ويحل فريق الزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم باستاذ السلام ضيفا على نظيره نادي فيوتشر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مصابقة الدور الممتاز اشتركوا في القناة